طبعا احنا قافة الافة الحقيقة يعني على كل مستويات سياسة فن اقتصاد رياضة كل واحد بيفتي فيما لا يعني 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 كل واحد طبعا الناس كلها مبارح مستر موسيماني الجهاز الفني الجهاز الارداري كابتن سيد اللعيبة مع حدش رحم لكن ما حدش تكلم لأصل المشكلة الحقيقة اللي مش بيعني منها الاهلي على فكرة هي قص المشكلة بتعني منها الكرة المصرية ردود الافعال لانها شفتها مبارح ما حصلتش لا حبا ولا غيرة على منتخب مصر لما ما وصلش كاس العالم مثلا كلمك عن كاس العالم اهم حدث كروي على سطح الكرة الارضية ما شفنا هاش ما حسنا هاش ما شفتهاش لما كل الاندالة المصرية خرجت من الأدوار الاولى او خرجت من الأدوار الاقصائية ما حدش فيهم حتى اوصل مبارحة نهاية ما حستهاش ما شفتهاش لكن انه يتهم النادي الاهلي بانه فشل عشان بيوصل للدور النهائي لتالت مرة على التوالي اعتقد ده شيء في منتهى القصو واعتقد انه الهدف منه على الاطلاق مش فكرة انك انت تكسر في الكبير الوحيد اللي مشارف الكرة المصرية والوحيد اللي بيحقق انجازات للرياضة المصرية والكرة المصرية على المستوى الدولي وعلى المستوى القري وحد يفكرني كده او يرجعني بالذكرة لو انا ناسي حققنا ايه في الاربع خمس سنين اللي فاتوا الكرة المصرية منظومة الكرة المصرية بانديتها بمجالس اداراتها بنجومها بصفقاتها بحجم الانفاق عليها بالمديرين الفنيني الاجانب اللي جايين من بورة بحجم الانفاق الاندي على الصفقات بتاعتها حد يعرف ايه انجاز بس يفكرني بيه ما فيش غير الاهل فما كنتش منتظر الحقيقة في ملف تم ادارته وبالشكل ده حالة التحفز ضد النادي الاهلي ومحاولة سرقة لقب هو الاكدر بيه المباراة بتاعتم بارح لو ذهابوا عودة ثق تماما والاشقاء المبارب عارفين ده وإلا ما كانوش حربوا الدنيا كلها عشان يصدفوا النهائي ويلعبوا مع الاهلي في ملعب الوداد ووسط جمهوره الجمهور اللي كان ليه تأثير كبير جدا احترم جمهور الوداد ومحدش يزعل منهم لانه الناس دي عملت الجمهور الاهلي كان يعملوا مباراة تتلعب هنا في مصر دي كورة في الاول والاخر لكن المباراة دي لو كانت على ملعب محايد وتلعبت عشر مرات الاهلي يكسب تسعة منها المباراة دي لو كانت ذهابوا عودة بالتأكيد كنا بنحتفل ان شاء الله يعني لو مباراة كان فيه مباراة تانية كنا هنحتفل ان شاء الله بلقب افريقي اشتركوا في القناة